أربعة أرقام وإحصايات هام عن كأس السوبر طبعا أهم الأرقام يمكن طبعا طرق حامد زي ما قلت الحركة هو أفضل لعب في مباراة كأس السوبر بالأرقام برضو منوفزماتش دي الصورة اللي قدامنا عمل 62 تمريرة طرق حامد في المباراة بنسبة نجاح 83% دي طبعا نسبة نكحة جدا الصورة اللي بعدها أرقام طرق حامد كمنوفزماتش أو كأفضل لعب في المباراة زي ما قلت الحركة تقييمه 6-4 من 10 درجة لعب 90 ديئة في المباراة استخلص الكرة من لعاب النادي الأهلي 26 مرة التمرير بتاعه 62 تمريرة منهم 83% تمرير ناجح وهو أعلى لعب ما بين لعاب الفريقين عمل 21 تغطية على الزمالك وعمل محاولة واحدة على المرمى من أهم برضو الأرقام بقى التاريخية يمكن كابت المتحد دي تاني مرة في تاريخ النادي الأهلي يخسر مباراة كأس السوبر يمكن النادي الأهلي كان وصل قبل البطولة دي 10 مرات شارك في كأس السوبر فاز بتسعة منهم يعني كان معظم الأغلبية بيوصل ليكسب مرة واحدة بس كان خسر قبل كده كانت أمام حرص الحدود وكانت مفاجأة كبيرة جدا دي تاني مرة النادي الأهلي يخسر كأس السوبر يمكن في تاريخه بعد كده الزمالك يفوز بالسوبر للمرة التالتة بعد غياب 15 سنة الزمالك كان فاز بأول بطولتين 2001-2002 ثم بتاعت 15 سنة كاملة لغاية 2017 قدر يتوق بالبطولة التالتة في تاريخه يمكن جيل مختلف تماما من اللاعبين طبعا بكل اللاعبة اللي كانوا فازوا بالبطولة في 2002 كلهم اعتزلوا آخر حاجة في الجزئية دي ده أول فوز طبعا للزمالك في تاريخه على الأهلي في كأس السوبر كانوا لعبوا قبل كده أربع مواجهات أربع مواجهات كلهم انتهوا لصالح النادي الأهلي يمكن 2003-2008-2014-2015 مرتين كانوا ركلات ترجيح ومرتين في الوقت الأصلي دي أول مرة زمالك يكسب النادي الأهلي في كأس السوبر اشتركوا في القناة